موسيقى 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 خلق الابتكار منهج عمل كيف تنظر ما تفعل موسيقى موسيقى سماسك ين سماد سماد الابتكار حسب الاستراتيجية الوطنية وحسب السياسة هو مقسم، إلى ثلاثة أنواع الأول بيئة العمل، وهو الأساس المطالد الابتكار في العلوم من خلال الأجهزة، الأدوية أي شيء ممكن نثبته من خلال الأبحاث والابتكار التكنولوجي البروغرامينج الفيديو الذي رأيناه للأخوان من الرقابة القذائية هم ابتكارات تكنولوجية على السريع بيئة داعمة للابتكار الحكومة ما خلت لنا شيء تفتحون الاستراتيجية الوطنية واحدة من الخوات سألتني قالتني بس شمس السيشن الصباحي كان في در الوطن ما نفعله؟ نحن غير في المحلي قلت لها هذا القاب الأساس التوجه الاتحادي ليس بل شيء بس لأننا بكرة نحاكي المستوى الاتحادي أفضل المستوى الاتحادي نحن نكون ورا أو بعدنا ما تعاملنا بنفس اللغة ما يصير فالأساس أن نحن نشوف التوجه العام للحكومة وعلى أساسه نحقق أو نقيس القاب ونبتدي نعبي هذا القاب أيضا في الاستراتيجية أو في السياسة تحصونها في المواقع تعرفوا الإبتكار بأن السعي الأفراد والمؤسسات والحكومات الحثيث الحثيث يعني بشكل مستمر غير منقطع ودائما أنا أساق بسرعة يلا صبقي صبقي الحثيث جدا مهم لما نحن نيأس ككالتشر من فكرة نؤمن فيها لازم نعززها في بيئة العمل وهي أساس من الاستراتيجية طلعنا استراتيجية وتوائمنا مع الاتحادي كيف نقدر نسعد المجتمع من خلال إطلاق الطاقات للموارد البشرية الطاقات البشرية موجودة عندنا من خلال بناء شراكات حطينا هدف استراتيجي يخدم قيمة مؤسسية علي علينا وترجمناها إلى محاور هذه المحاور بيئة طاقات بشرية خدمات مبتكرة وشراكات مع جهات مبتكرة تعزز الابتكار بدوننا ما نقدر نحقق الابتكار لو أنا بروحي مبتكرة سجلت براعة الاختراع مالتي وما أشركت في هالجهات المعنية ابتكاري رح يكون محبوس على رف مثل ما تشوفوا الابتكار فيه أسس وقيم يعني لو أنا ما أحقق هالأسس مش فقط في شركة الصحة في أي مكان في العالم لو الجهة ما تعطي بروتكت تايم ما تمكن فريق العمل التمكين وفريق العمل على المؤسسات أولا كثقافة وبعدين على المبتكر المثابرة والاطلاع والمعرفة يعني كونتينيوس لرنينج ما رح يتحقق الابتكار نحن اليوم في شركة صحة حصلنا على المركز الأول في الابتكار في بيئة العمل لأننا نقوم بعمل كامل على قد ما نقدر كستيج ون وستيج تو عنا إطار العمل اللي اهو حصلنا عليه في عشرة أيام لأن السيستم عنا يشفعلنا اللي اهو سكستين تربل ون داش ون كنا المؤسسة الصحية الأولى على مستوى الدولة نحصل عليها اليوم ما جديد شركة صحة خذنا منهج كتب كثيرة موجودة بس أنا اليوم عندي 17 ألف موظف أنا أحتاج أعرف هل كل موظف موجود وكل قيادة موجودة في شركة صحة عندها نفس الكنسبت هذا شكل أحضر للمكام لا تنعمل أحد من الموديل يجب أن يكون لديكم إطار عمل بخذوا الشيء جيد أجل الفقاة أجل الفقاة أجل الزوال كجل الفقاة أجل الفقاة تتخطي أطلقنا من خلال هذا الموديل أربعة سياسات السياسة عامة لدعم الإبتكار سياسة سياسة حقوق الملكل الفكرية سياسة شركات تعاونية وسياسة مورد البشرية هذا لكلها ممكنات وقدرات لشركة الصحة تبنتها وتميزت فيها كنا نعتقد أننا في لفل اسمه الامبتد طلعنا نحن في لفل اسمه الامبتد مستحيل يتحقق بدون حضور قيادي بدون ما نكون تكون القيادة step by step مع مع الابتكار إذا حققنا الامبتد نحن ستكب هالستيج وبنطلع على طول وين للكونتينيوس المستدام عشان نقدر نبني القدرات أو خلنا نقول الكباسيتي بلدينج أنا محتاجة أني أبني المهارات الموجودة عند موظفيني ما أريد 17 ألف موظف أنا أريد فقط خمسة بالمية اليوم عشرة بالمية بعد سنة بعد سنتين ثلاثين بالمية أنا أتوقع أو عشرين بالمية أنا أتوقع بعد ما حصل على العشرين بالمية هم يغطون دور الثمانين بالمية أطلقنا أكاديمية الابتكار هذا جديد شركة الصحة مثل ما تشوفون في ثلاثة الليفل الأول هو للقيادات الليفل الثاني عندنا في كل منشأة من منشآت شركة الصحة نحن تقريبا عشرة مواقع تتراوح يتراوح الموظفين من موقع إلى آخر من خمسمية إلى ثلاثة ثلاثة ألف فبالتالي نحن كل منشأة يعني تعادل منشأة حكومية ثانية فمن حق كل منشأة يكون عندها شو فريق قائم لرعاية الابتكار فهذهنا نسميهم مثل ما تشوفون هنا في الوسط مشقلين النظام عندنا من ستين إلى سبعين مشغل هذي لا شو سوينا لهم سوينا لهم البرنامج يشوفون فوق أعطيناهم مقدمة بعدين قياد أعطيناهم قيادي ابتكار إنوفيشن ليد وبعدين أعطيناهم إنوفيشن إكزيكوتوب يطورون النظام الليد يدرب والليفل الثاني يطور الأنظمة مطورين الأنظمة يقدرون يدربون الجهات الحكومية الثانية فهدفنا استدامة الابتكار مش فقط الشركة الصحة وإنما تقديمه للناس أو الجهات الحكومية إلا تبغي طبعا بالشراكة مع بعض الجامعات على أساس أنها تدعم الأكاديمية واستعدادا لدخول جائزة الإمارات للابتكار وجهنا بتخصيص أماكن للابتكار في منشآت شركة الصحة هذا أحد نماذج المختبرات الموجودة عندنا استراتيجية تم إطلاقها خاصة بالابتكار مفصلة تعزز دور هذا الفكر أو هذه الإدارة عندنا ثلاثة نطاقات رئيسية كيف نحول الاختراعات والابتكارات إلى استثمارات من خلال الحلول المبتكرة لزيادة العوائد من خلال دعم منتجات الابتكار من خلال الشراكات التجارية إعداد دراسات جدوى نحن نحتاجين هذه المهام الرئيسية تكون لنا في شركة الصحة كمانجمنت الاختراعات عندنا براءات الاختراع مسار الابتكار مختبرات الابتكار دعم المبتكرين في استشراف المستقبل أيضا استشراف المستقبل نحن نضامين معه الابتكار ما حطينا لا في الجودة ولا في التطوير ولا في الريسيرت ولا حطينا في الاستراتيجية بدون الشراكات اللي تشفونهم في القواعد هاي من الجامعات وصندوق خليفة والدبارتمنت أوف هيلث والاقتصادية ما رح نقدر نتقدم لازم تكون في شركات ولازم تكون في فهم لدور الشريك معنا هذا مسار الابتكار أنا رحنا شفنا بيست براكتس في بريطانيا وتكلمنا عن دور الشريكاء مثل ما تشوفون كل جزء من الخلية هاي يشكل شريك لما أنا تكلم عن تستنج أنا تكلم عن جامعة لما أتكلم عن دراسة جدوى أنا أتكلم عن إدارة مالية داخلية ويمكن مستثمر خارجي لما أتكلم عن شراكة أنا قاعد أتكلم عن شركات مهتمة تكون معي شريكة في هذا المجال لما أتكلم عن كالتشير أنا أتكلم عن شريكة الصحة فأنا هنا والسوق هناك عشان وصلنا لازم شراكات ما رح توصلون للابتكار للدورة الحكومة الاختراع أو الابتكار الاقتصادي إذا فوت واحد من هذين شفون متلاحمين كأنهم سيليكون مع بعض نموذج عمل الابتكار طبعا هذا المحاول الرئيسية أن الفكرة تيبها وتقيد تسوي لها الاجلتي يعني تقيس وتعيد ها وتعيد ها وتناقش مع أكبر عدد من الجلسات على أساس أنها تكون تحقق الفادي المرجوة إذا لم كان في تحقيق للفكرة و لم لعائد للنظام معنا أن هو ويست أوف تايم برنامج منصف مشاركة يمكن نحن تكلم في أكثر من مكان عن البرنامج هذا أو المنصة هذه نحن هنا خمسة مسارات لدينا بورصة الابتكار وهي بورصة للأفكار يقدمونها الموظفين من السبعة عشر ألف موظف يقدرون يشاركون بأفكار هم وهذا الاتواميش الذي حصل عليه طبعا نحن في البورصة لدينا المرحلة الأولى أوتوميش 100% المرحلة الثانية متابعة المشاريع والحمن استعرضها طبعا لدينا أفكار من المجتمع والمتعاملين من خلال الملتقيات الكبيرة التي سمعت برنامج مسؤول أو حملة مسؤول بعدين لدينا أفكار العصف الذهني مثل ما تكلمنا يمكن في أكثر بعد من جلسة عن ممر الابتكار ممارسات نسوي بين فترة وفترة كأكتيفتي نجمع فيها أفكار الموظفين ونحول ها إلى مشاريع وها المشاريع ندخلها جوائز وما نشارك فيها فقط محلي بل نطلع خارج على مستوى اتحادي أو على المنطقة عند الأبحاث المبتكرة وحقوق الملكي الفكري للأمانة أنا ما أقول لكم أن نحن عنا فيها نضوج اليوم بالطباء بس السيغنيبيكنس أني أنا أعمل بحث قاعد يقيس لي يعني اختراع لحد الحين لا ما أقدر أقول أن هذا لي الشيء موجود وبعدين منتقيات القيادة العليا أيضا تطلب من عندهم أيضا أفكار إبداعية وكل نحاول عقد ما نقدر أن يتسجل وين رصد هذي شكل بورسة لابتكار يعني التفاعل مع الابتكار هذا أول مش أشر في العالم لقياس مدى تفاعل بيئة العمل في الابتكار هلا بوينتس بوينتس فكرة لها مسار الحين متكلم عنها حوكمت الابتكار نحنا بحكم حجمنا مضطرين نحوكم فأتس أوتوماتيكلي محوكم تمام يعني نحن متواصلين من خلال كوميتي من خلال فورميشن من خلال كلير روال ومعال ومعال تحوكم عمل للجو الرئيسي لمسكن هذا الشخص هذا أو العضو إضافة إلى هذه الخصائص نحنا عندنا بروسس كلير واتوميتد في النظام وسياسات تحوكم مسار الابتكار تحوكم الابتكار لعمليات متابعة المشاريع يعني إحنا حطيناها لمتابعة كل فكرة هذه تحوكم تحوكم ونقوم تحوكم نهاية 30 9 تحوكم تحوكم في المرحلة كتفاعل يكون سوى دراسة الجدوة بشكل مبسط على الفكرة لما ينتهي يكون عندي الاكتمال للبروجيكت وقياس أثرة من خلال مدير التنفيذ الفكرة نفسها يعني مدير المشروع ومش بضرور أن مدير المشروع هو يكون نفس صاحب الفكرة الفكرة تدخل السيستم عندنا نعطيها 10 بوينت معي دكتور تروح عند الفيرس لاين مثل التشيك نتأكد أن فيها نحن الفورم اللي نحط لقياس فعالية وجد الفكرة هو عبارة عن جوهاري ويندو فور decision making positive impact negative impact if we take action high positive impact negative impact if we did not take this action وبعدين قلنا من وين هاي بالفكرة وشو ما أشراط قياس عشان تسهل عملية القياس للبروجيكت منيجر مني يوافق عليها الفيرس لاين تروح لل دايريكت لاين وهذا هو الاتصال 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 لا بشكل دائري يعني الكل كأن قاعد في دائرة افتراضية فيها صاحب الفكرة وفيها المدير المباشر إذا وافق عليها تاخذ عشرين نقطة إذا ما وافق عليها وتروح بعدين عند الامبليمنتر يوافق ولا لا إذا اعتمد ها تزيد فمثل ما تشوف دكتور ماهر عشرين مع عشرة وثلاثين هذي ستين نقطة هذي نسميها مسار طبيعي للفكرة ما أحتاج تدريب لكن الريبورت عندي يحصل فيه أن فيه مشاكل ممكن تكون مع المدير المباشر إذا دخلت الفكرة ثلاث مرات كمناقشة مع المدير المباشر المرة الرابعة تروح عند الامبليمنتر وإذا وافق عليها تاخذ عشرة إذا كانت طبيعية يعني من ستين تتحول مئة وعشرين اتوماتي فأنا النظام عندي يعطيني شكل لحركة التفاعل مع الابتكار مع استماع خلق بيئة يثق فيها الموظف بأن أنا عندي فكرتي وممكن فكرتي تجد تجاوب نحن طبعا هنا منشورات لدينا تقريبا أربعين ريبورت بشكل سنوي يطلع كوارتر لعشرة بعشرة 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 نعلن فيه أفضل متفاعل أفضل إدارة تدعم التفاعل وأفضل إدارة تشجع أو تولد التفاعل التي هي المدير المباشر فوائد النظام تحديد الاحتياجات التدريبية مخاطر تهديد أسعد بيئة عمل تعزيز المسؤولية والمسائلة بيئة تفاعلية محفزة مشجعة بأسلوب مرح موثوقة وتنتج data المسؤولية 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 على كل منشأة كيف مدى التفاعل هذه المؤشرات التي نقف عليها كل مال ما هي النقاط وما هي الأفكار التي تم تقديمها هذا شكل الاشتراك نعرف بالضبط عدد الأفكار المقدمة في السيستم لدينا 1400 فكرة منظر من المدير 414 منظر من المقدم 80 محاولة من المشاركة المشاركة ثلاث سنوات الإبتكار كيف تنظر ما تفعل اهلي ثلاث سنوات ثلاث سنوات خمس سنوات شكل الافكار السلخ الحجم المشاريع Nuncertainty مواكب المشاريع الستراتيجية ترونها وقليلة. أما الامر بعد عشر سنين لدينا الشيخ محمد بن راشد الله أحفظه يطلق مبادرات. يمكن واحدة تصيب يمكن واحدة تخيب بس تنطلق الانصير تنتي مالتا عالي. ترون حجم السيركلز وهنا بهذه الطريقة نحط الخطط الاستراتيجية عشان نقول حنا نقدر نستشرف المستقبل لما نعزز بيئة العمل الفرق تفكر بهذه الطريقة أوتوماتيكلي الاستشراف غصبا عننا داخل معنا. غصبا عنه عشر سنين جدام أنت مستشرف. سوينا صحة كنا سمينها صحة تينكس بس قالونا لا سموها صحة تونتي ثيرتي في هذا الاكسرسايز آخر يوم من شهر الابتكار طلبنا من كل صحة تنطل ما تفعله في ٢٠١١١٨ ٢٠٢١١ كيف شكل مكتبك. طبعا هنا كلام سأل حق ال ٦٠ شخص ٦٠ قيادي. كيف شكل مكتبك وبلشوا يفكرون ويتكلمون وطرحوا أفكارهم بعد ما خلصوا قلت لهم طيب كل اللي قلتوا مع احترامي للمشاركة اللي اليوم صارت معظم الأشياء اللي قلناها هي مشاكل الماضي وقاعدين نناقش اليوم. كل اللي انطرأ هو استراتيجي وليس استشرافي مع احترامي للجلسة يعني بس حين تكلم عن مخرجات أنا ما تكلم عن المهارات ولا الكوادر لا أنا أتكلم عن المخرجات اللي طلعت هاي كلها اليوم هي في استراتيجيتنا. روح شوف التعليم تحسون استراتيجية موجودة روح شوفوا وين البيئة عندهم الاستراتيجية هي موجودة فالاستراتيجية اليوم تكلمنا عنا في تمرين الاستشراف هو استراتيجي هو مش استشرافي. لكن الاستشرافي شو تروح للمستقبل. لما جاوبوني وردوا يقولون أنتو استراتيجيين خلاني خلوني أساعدكم هل بيكون في حبر. حبر هل بيكون في ورق. طيب هل بيكون في سرير لكشف الكشف على المريض. طيب أصلا هل بيكون في مريض. أوكي هل بيكون في مستشفى. هل بيكون في جاذبية. مستعدين حق الفيوتر قلت لهم انطلقوا باك. جروبز كل واحد يفكر في إدارته كيف شكلها. هذه الخطوات اللي اتبعناها في الورشة. طلعنا بي بعد ما اجتهدنا وايد 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 وايد. طلعنا بها الأفكار عند التطبب الافتراضي منصة دعم التمريض الافتراضية. دكتوركا أنت ثري دي المستشار القانوني الذكي المكاتب الافتراضية. إكس بو توينتي توينتي المستودع الذكي المرصد الذكي. شكلها كسيناريوز موجودات إن شاء الله بيكون في قبة الابتكار. ثمانية تسعة عشرة أكتوبر في مدينة شيخ شخبوت طبية إن شاء الله. حسب الجدول للستار الأول. نحن خذنا عهد على نفسنا أنه بنيب كبار الشركات يمكن ما نجحنا في تقديم أفضل خدمات الطبية على مستوى العالم. لكن قدرنا نيب أكبر أكبر الشركات المختصة بالتكنولوجي مثل القوغل. ومثل. الاي بي ام ومثل المايكروسوفت يبون يشاركون شركة صحة في الداتا بيس الموجود عندها شركة صحة تنتج في اليوم الواحد ثلاثة عشر مليون. كليك داتا في اليوم بسبب برنامج ملفي الملف الطبي الموحد تخيلوا لما نحن نقاوم التحول الرقمي اللي اليوم جائزة بوظبي تقولنا حولوا روحوا. إشقد نحن بالتأخر في التقبل المرونة مش موجود عنا نحن نتكلم عن المرونة لما ما تكونا عندي مرونة التقبل للتوجه الحكومي. وأخذ وقت أنا ممكن أثر حتى على وطنيتي في عملية ليش لأن الانتاج انتاج بترولي المستقبل مبني على تقبل كنت اليوم. إذا اليوم أنت تأخرت الاسترس الذي أنت نحن اليوم عاصرنا عاصرنا الرمل البيضة مع أهالينا من كثر ما يتكلمون واليوم ناطحات سحاب عيالنا ما عاشوا هالشيء كيف تبونهم متقبلون المستقبل التقبل إذا أنتوا ما صنعتوا اليوم. كقيادات ما رح تقدرون تحققون في المستقبل والتقبل والمرونة أساس عشان شيء تكلم الاستاذ غالب على موضوع المرونة المؤسساتية. هل تعرفت أهميته؟ دمج الشباب معاكم في العمليات عمل تطوعي. هذي لا بالماتشورتي الموجود عندكم. أنتوا متشور. دمج الشباب مع الترابط معكم كماتشورتي بتعيشكم 20 سنة جدام. هذا لا بالموضوع استشراف. استشراف لما تكون متطوعين وتدربونه وتعملون معهم في فعالياتكم على طول بتمشون 20 سنة جدام. يعني عادي 2040. لهذه الدرجة. لكن قيسوا على المتشورتي اللي عندكم طاقتهم هما. نحن نتوقع بعد إن شاء الله 18 شهر. نتوقع بعد الحرب بيننا وبين الجهات المفروضة تي. وتشوف البروجيكتات ونقول لهم حاولوا وكذا. وندخلكم شركاء معنا في قبة الابتكار كسبونسر. فور فري. بس أننا تكونوا نطورتوا النظام اللي ما نوصل لشيء. نقدر نعزز فيه ثقة مين. ثقة الموظفين عندنا بأن لو عندك فكرة قدمها. والجهات الثانية بعد نفس الشيء. ساكم الله خير.